السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم وكل عام وانتم بخير وربنا يغنمنا وإياكم يا رب العالمين الفوز بالعطق من النار في هذا الشهر الكريم مبارك وربنا يكرمنا وكرمكم كده بقى والهمم تعلو شهر رمضان ده شهر علو الهمة عشان كده بنتكلم في هذا الشهر كريم عن علو الهمة وإزاي الهمم تعلو كريمنا في الحلقة اللي فاتت الحلقة النهاردة رقم 3 كريمنا في الحلقة اللي فاتت عن مسألة إن الإنسان لا يمكن أبدا تعلو الهمة إلا بالتخلية قبل التحلية إن الإنسان يشيل من قلبه الدنيا ويحط في قلبه الآخر وزي ما قلنا مش هي الدروش ومش هيترك الدنيا بالعقس أنا عايزك تكون أنجح إنسان في الدنيا عايزك تكون أغنى واحد وأجمل واحد وأسعد واحد وفي نفس الوقت تكون أعبد الواحد لله سبحانه وتعالى اجبع بالدنيا أخرى المشكلة حول العادات لعبادات ممكن أه ممكن والله سهلة جدا تعرف في واحد يعيش ستين سنة وواحد تاني يعيش برضو ستين سنة ممكن ده يلقى المولى عز وجل بأعمال ثلاث سنين وممكن ده يلقى الله عز وجل بأعمال ستين سنة واللتنين عملوا زي بعض بس اختلفت إليه إزاي هو دوت ما كانش يبين وغير في العبادات بس يعني إيه يعني داخل يصلي فخلص هي الصلا رايح يزكي فهي الزكا يعني رايح يعتمر بيقرأ قرآن وخلص إنما وقت النوم ما بيحتسبش وقت الأكل ما بيحتسبش وقت الشغل عارف أنت لو حولت بقى كل إن حاجة ديت العبادات هتلاقي نفسك تلقى الله عز وجل بعبادة ستين سنة إزاي أنا أقعد بأكل أنا مش هعمل حاجة زيادة يعني هو نفس الأكل هو نفس الأكل ونفس الأعداء نفس الأعداء بس هو أنا بأكل بنوي مش بقول بالبقل لأنه محلوها القلب بأقول أو بنوي في قلبي إن الأكل ده أنا بأكله علشان أستعين به على طاعة ربنا سبحانه وتعالى يصبح الوقت اللي أنا أقعد ده واللؤمة اللي أنا بأكلها دي كلها عبادة لله سبحانه وتعالى أنا داخل أنام كده كده هنام فلما جا نام بتوضى وأنام على جنب اليمين أو أبدأ النوم على جنب اليمين وأتقلب بعد كده براحتي وأقول أفكار النوم ونركز في أفكار النوم على ثلاث حاجات بالذات ياريت أوى حد ينساها أول حاجة سيد الاستغفار سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعم أبوء يعني أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاخفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت ركز عليها لأن لو قلتها بالليل ومت تدخل الجنة لو قلتها الصبح ومت تخش الجنة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من قالها مستيقنا دخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى أتي حاجة الحاجة الثانية أية الكرسي الله لا إله إلا هو الحاجة القيوم لأ قلتها لا يصبح للشيطان عليك سلطان حتى تصبح بفضل الله سبحانه وتعالى لا يكون للشيطان عليك أي سلطان ولا أي حاجة إلا حتى تصبح بفضل الله سبحانه وتعالى أية الكرسي ثالث حاجة عايزك تركز عليها كراءة سورة طبارك طبارك الذي بيدي الملك ثبت في الحديث الذي هو الحاكم بسند صحيح أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال سورة طبارك باللفز واضح جدا سورة طبارك هي المانعة من عذاب القبر يا سورة طبارك تمنع من عذاب أي نعم لو قلتها في ليلة ومت في ليلة دي لا تعذب في قبرك أبدا يصبح القبر روضة من رياض الجنة سورة طبارك هي المانعة من عذاب القبر لا وليها وظيفة تانية هي كرآن قبل أي شيء كلام ربنا صحيح تعالى فلما تحب الكلام ربنا ربنا يحبك ولما تقرأ كل حرف لك بكل حرف عشر حسنات كما صح ذلك عند الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف خب بالك بقى وبترتقي في درجات الجنة بالكرآن وعلى وجه الخصوص صورة تبارك قال صلى الله عليه وسلم كما صح أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك وراجع الأحديث دي في صحيح الجامعة للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة تتبع لك فإوعتين سترت حاجة دولات سيد الاستغفار صورة تبارك آية الكرسي وبقية أذكار النوم فلما تيجي تنام لما تيجي تنام أنت كده كده هتنام لكن لما تنام بقى بنية كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري كما في الصحيحين قال وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي أنا لما بجأة نام باحتسب إن أنا يا ربي هنام علشان أقوم أقدر أصلي قيام الليل وصلاة الفجر واععد في المسجد لحد ما تشرك الشمس أذكر ربنا صلى الله تعالى وصلى ركعتين الشروق فيكتب لي أصلى ركعتين الضحى فيكتب لي حجة وعمرة تامة 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 كما ثبت ذلك في الحديث الإدراه التلمذي وبسند صحيح طبعا حجة وعمرة نافلة خب بالك شفت قدي ولو رايح تشتغل أنت رايح تشتغل تاكل أي شعنة بالبلد كده فهمت ازاي رايح تشتغل لكن تنوي بالشغل ده إن أنا بعف زوجتي وأمي وأبويا وولادي وأخواتي عن أنهم ما يسألوا الناس فيصبح العمل إبادة في اللحظة دي بس بشرط ألا ينهيك العمل عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة الخمس وأن لا يكون العمل حراما يبقى كده يبقى العمل عبادة الأكل عبادة النوم عبادة الشرب عبادة حتى إتيان الزوج عبادة بتكلم جات ورب الكعبة يصبح عبادة قال الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وفي بضع أحدكم صدقة في إتيان الرجل زوجته صدقة قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجل المعقولة ده شهوته قال أجل أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بلى يا رسول الله قال كذلك إذا وضعها في الحلال يكون له بها أجر يا الله شفت قدية دين عظيم دين عظيم جدا مفيش أعظم من كده يا جماعة سبحان الله فعشان كده بقول لك طلع الدنيا من قلبك طلع الدنيا من قلبك يعني يعني جمع فروس اشتغل اكسب انجح كل حاجة بس خليها في إيدك ما تبقاش في قلبك يبقى معك مليون جنين لكن لما يطلب منك تبرع على بناء مسجد تفضله دار أيتام تفضله مشاركة في أي خير أرملة ما عنداش زوج يصرف عليها تفضلي واحد فقير ما عد عليك تفضل زكاة مال بطلعها صدقات بأديها الله أكبر إيه ده يبقى الدنيا في الوقت ده إيه في إيدك مش في قلبك يبقى الدنيا ما هيش شغلك ما هيش شغلك أبدا فرحان قوي قوي مرة أخر بيقول لي بيقول لي أنا سبت عمل مشروع كبير وده مش معناها جماعة أن احنا بنذم أصحاب المشاركة كبيرة بقولك عايزك تبقى أغنى واحد في الدنيا أن يعمل ماله الصالح للرجل الصالح الأخي ده سب محل كبير وخد محل صغير على قد فبقوله ليه يعني الناس بترتقي مش بتنزل قال والله المحل الكبير ده مشكلته كانت يعني شغلني عن طاعة ربنا لدرجة أنا مكنتش بقدر أصلي أي صلاة من الصلاة الخمسة إلا في المحل إيه المحل التاني ده الحمد لله بكسب منه برضو كل حاجة بس بفضل الله بق في الوقت الصلاة ورح أصلي وارجع تاني وأرى قرآن واذكر ربنا وبالليل بحضر دروس علم والحمد لله بكسب وعايش زي الفل اختار الشيء اللي قربك من ربنا وذلك حانا نيجي يسألني شاب أو تسألني أخت يسألني الأخ ده مثلا أدخل كلية إيه أو أتجوز مين أو أتعاين في الوظيفة دي ولا لأ قولي بص مقياسك ومقياسك في كل الحاجات دي كلها الشيء اللي قربك من ربنا الوظيفة دي هتقرب من ربنا أخذيني فيها حتى لو كان مرتب أقل مش مشكلة مش دي مشكلة جماعة الموضوع مش موضوع مبلغ الموضوع موضوع بركة ولو أن أهل الكرة آمانوا واتقوا ولفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من بركات من السماء خبالك ولكن كذب حتة البركة يا جماعة يعني حتة البركة أن أنت يبقى عندك بركة كان عمر الخطاب كان يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرتوه لي ولكني أسألك البركة في هذا الرزق البركة يا جماعة ولذلك في نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى هتلاقي البركة في عهده عجيبة لا يمكن أن تدخلها أجمل سبع سنين تعيشها البشرية في الدنيا كلها هي السبع سنين دي سبع سنين فيها بركة لا تدخلها سيدنا عيسى سينزل ولكن ليس جنابي من الأنبياء ولكنه كحاكم من حكام المسلمين عايزين الدليل خذي الدليل بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم حديث روى مسلم أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يوشي كان أن ينزل فيكم معيسى بن مريم حاكما مقصطا عادلا فيكسر الصريب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيد المال يعني ما يقبلش الجزية في الوقت ده ليه لأن في الوقت ده إما إسلام وإما قتل مفيش وقت خلاص ده الساعة الرابط ده سيدنا عايزة نزوله من علامات الساعة الكبرى خب بالك وإيه ويفيد المال وحتى لا يجد من يأخذه يعني إيه يعني إيه لا يجد من يأخذه يعني إنت لو عندي غزكات مال 2 مليون دولار وراح تدير راح فقير يقول لك معلش أنا مش عايزها ليه يقول لك خلاص سيدنا عايزة نزل ده علامة من علامات الساعة الكبرى فأنا عندي في الوقت ده لما أسجد سجد ربنا سبحانه وتعالى أعظم عندي من مليون جنيا عم بيئة أخذ فلوس وتحسب عليها قال لاش لازم حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجد وإذا كنا مع السماء ليه قال حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها في الواية عند أحمد بسنة دين صحيح إنه مع السماء قال ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها دي الحيثة اللي بيكلم فيها ويأمر السماء أن تنزل بركتها خب بالك بقى حتى يجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطعون أن يكملوها ويستظلون بقحة فيها الإشرة بتاعتها بدل ما تلم تبرعات عشان تعمل تندة ده مسجد لا خد الإشرة ويعمل تندة للشرع كل خب بالك ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطعون أن يكملوه خب بالك بقى حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفة لأنبتت بإذن الله صفة جبل أو صخرة أم لا يعني ملساء زي التراميز كده حط عليها بذرة تطلع أه تطلع في الوقت ده خب بالك حتى يضع الرجل لو وضع الرجل بذرته على الصفة لأنبتت بإذن الله خب بالك بقى وينزع الله هو السم من كل ذات سم السمم تتنزع من الأفاعي والحيات والعقارب ما فيش سم خلاص بقى الدنيا كلها يبقى فيها سلام وقام فهم زي حتى يضعوا الطفل في يده في فم الحية فلا تضر يعني في الوقت ده يعني كل مصانع زاويله كده ايه في المصانع اللي يعبر الأطفال هتقفل في الوقت ده ده اللي يقول لي مانتو بالله عليك مانتو جاية شوية أفاعي كده وشوية حيات نلعب بها يعني حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضر ويطع الراجل برجنيه على رأس الأسد فلا يضر وطرع النمور مع الأبقار والأسود مع مع إيه مع الإبل ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرصه الله أكبر البركة عم الدنيا كلها ليه إيمان إيمان بالله سبحانه وتعالى البركة منزو عليه دلوقتي عشان الإيمانات يعني شوية إنما لو الإيمانات ارتفعت والدنيا كلها بقت أهل إيمان أتلاقي الدنيا كلها بقت ما شاء الله بقت كلها بركة شاهد في الموضوع نرجع للموضوعنا إن البركة في العمر إن أنت ممكن تخلي عمر جدا كله بركة في طاعة لله سبحانه وتعالى إن أنا بحتسب في نومي رب أنا بنام عشان أطيعك عشان أقوم أذكرك رب وأعبدك وصلي أنا باكل عشان أتقوى على عبادتك أنا بشتغل عشان أعف زوجتي أولادة عن سؤال الناس يبقى أكلك عبادة شربك عبادة ده عبادة كل حياتك تنقلب إلى عبادة سبحان الملك حتى جوازك من بدايته يبقى عبادة أنا بتجوز ليه اسأل واحد ناردة من الشباب بتجوز ليه يقولك يعني اسأل وعملنا استفتاء بجده وعملنا موضوع حلقة يعني الموضوع ده عادي يعني زي ما يكون الناس بتجوز بقى جوز يعني هم هيجوز وأنا بقى فهم زي بتجوز ليه والله تلقى 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 تبوية متجوز وعمل متجوز وخالتي مش حقاعد أنا كده فاضي يعني لازم أتجوز بتجوز ليه والله عشان ربنا يكرمني ولاقي زوجة بنت حلال يعني تملى البيت وتشوف أموري وكده ويبقى عندي عائل عائلين أفرح بهم يعني بتجوز ليه عشان أعبد ربنا بتكلم جد آه والله أعبد ربنا بالجوز آه عشان أخذ أخت أعفها وتعفني تعينها على طاعة ربنا تعينها على طاعة ربنا نخلف أولاد يعبدوا ربنا ويوحدوا الخالق سبحانه وتعالى يبقى هو ده الهدف آه هو ده الهدف وعشان ينبع السلام بيباهي بين الأمم يوم القيامة فعايزة كتر زوليتي مفيش بقى لا حسنين ولا محمدين ولا ربط الحزام لا مفيش كلام ده خارس فهم إزاي أكتر زوليتي عشان ينبع السلام يفرح بالزوليتي الطيبة دي اللي بتعبد ربنا يا سبحانه الملك يبقى كل حاجة عبادة وده بفكرني كده بشاب كده يعني على هامش السير يعني شاب مرة كان لسه كانش ملتزم يعني فكان بيسمعها طبعا الناس المتدنين دولت حياتهم جميلة ومليانة بتاعة ربنا فرح لقى أحد المشايخ فقال لعم الشيخ ربنا بارك فيك ربنا حفاظك يعني أنا عايزك تقول لي ايه الكلام الحلو اللي بتقولوه في ليلة الدخلة قال له يا ابن تعالى حبيبي أول ما تخش على زوجتك تحط يدك على مقدمة رأسيها وتقول اللهم مني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وعوض بيك من شرها ومن شر ما جبلتها علي وعند الجماعة بسم الله اللهم جنب للشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وكلمات الجميلة دي يا ابن قال له بارك الله فيك ربنا حفاظه وشاف ايه الموم الشاب ده كم يجوز بقى واحدة برضو ايه عشان تعيونه على طاعة ربنا يجوز أخطه منتخبه وكده وكانت جميلة جدا فجي في ليلة الدخلة أول ما كشف النقاب ففقد الزاكر قال حط إيه لعد رأسه وقال سبحانا الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن يا ربنا لم ينقر وقيت له جزاك الله خيرا بتقول دعاء الدب يعني فزا الموم الشاب في الموضوع فأنت ممكن تحول حياتك كلها لعفادة لله سبحانه وتعالى وتستعني تخلي عمرك كله طاعة لله هي دي الهمة بقى هي دي الهمة بالنية قال يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل قال أبو سليمان الضاراني طوبة لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله قال إمام محمد بن حمل لابنها عبد الله قال يا ابو نية إن والخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا اشتغل اشتغل نية إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إن وكذا وإنت قاعده هتخسر إيه والله رب بتمنى يا رب يكون عندي قناة فضائية أبث من خلالها كده الدين والقرآن والسنة يا سلام يكتب لك يكتب لك وكأن الدنيا كلها اهتدت بسبب القناة دي وإنت قاعد ما عملتش حال والله يا رب لو اديتني مال والله يا رب نفسي أبني مزجد ناس صلي فيه يتكتب لك والله رب بنفس إن أنا أعمل دار أيتام وكفل تلتمية يتيم يتكتب لك تكتب من النيات الجميلة واصدق مع الله سبحانه وتعالى إنه لو اديك فعلا مال هتعمل بالخير ده بفضل الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم ما ينتظر وما يبدلوا تبجيرا إزاي بقى إن إحنا نفرغ القلب من الدنيا ونملأ أخرى أنا هديك مسارين صغيرين خالص تقدر من خلالهم إن إنت تفرغ قلبك من الدنيا وإنت تملأ قلبك بحب الآخرة خب بالك من حاجة القلب ده عمل زي إيه زي صندوق صندوق والصندوق ده مربوط بحبال عارف اسمه البلونة اسمها إيه اسمها المنطاض الضخمة دي البلونة الضخمة قوي دي فمزاي؟ فالبلونة دي عايزة تطلع بس في مشكلة إن السندوق ده اللي هو إيه؟ اللي هو القلب خب بالك السندوق ده مليان طوب وظلط وراتش ورملة وطراب فالبلونة عايزة تطلع مش عارفة دي بنعمل إيه؟ خف الرملة خف الزلط خف الدنيا خف الدنيا تقب تقب للآخرة الفضل الله سبحانه تعالى شيل شوية دنيا شوية حب مال ارمي شوية حب النساء في الحرام ارمي صاحبتك ارمي الجر الفرند ارمي مش عارف العربية اللي بلعب بها زباء فمزاي ارمي ارمي طلع كل ده ارمي هتلاقي السندوق عمال يخف القلب عمال يخف يفضى وينضف فمزاي فأول ما السندوق يفضى تلاقي البلونة ايه؟ طارت وضح المثل قديك مثل تاني صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم عارف السفينة الفضاء اكيد حيشوف تبكده في نشارات الاخبارية يقولك النهاردة هتطلع سفينة الفضاء او المكوك الفلاني او مش عفقه وكان ده كله في رحلة يطلع حوالين المريخ وزحل وقورانوس ونبتون وبلوتو وفمزاي ويحوض على المجارة لجنبينا ويلف شوية ويجيب يعني المهم ايه؟ لفة كده على الحبايب يعني فالمهم السفينة الفضاء دي محتاجة ايه؟ انت وانت شايفها بتطلق او المكوك ده ويطلق بتلاقي كمية نار وغازات بتطلق لا يمكن انت تخيلها تحرق بلد كاملة طب ليه ده كله؟ قالك لازم قوة دفع قوة دفع تدفع المكوك يطلع ينفصل عن ديرة الجاذبية الارضية عدى مرحلة الجاذبية خلاص ابشر خلاص عدى مرحلة الجاذبية بس انطلق في الفضاء بقى وعاش اجمل حياة مفيش حد يعني كده اي حاجة يعني لا تشده يمين ولا شمال سبحان الله يبقى انا محتاج ايه؟ دفع محتاج ان انت تنطلق بس خلق بالك بقى من حاجة لما تنطلق تنطلق في اطار السنة ما تبقيتش عنها انها مع سمقى ليه ولن يشاد الدين احد الا غالبة طب نعمل ايه يا رسولة قال فسدده مش عارفين وقارب خلق بالك يعني احب الاعمال الى الله كما في الصحيحين احب الاعمال الى الله ادومها وانقلب يجيلك الشيطان ويدحك عليك ويجيلك يا راجل بقى لك سنة ما صليتش قيام الليل انت تنفع تكون اخي ملتزم انت طب اعمل ايه ام يا عم صلي قيام الليل يا عم من بعد الاشر الفجر يلا واشتعل كده زي الصحابة والنمع السلام يوم قايم الله اكبر من العيشة لحد قبل الفجر بنصف ساعة ويجيلك الشيطان ويجيلك ما شاء الله عليك ده انت عفارم عليك ده انت ممتاز ده انت من العباد الزواء ده انت من العشرة بشرين بجنة يا راجل فهم زي طب نام بقى استرحشها تقول نايم تصبح الساعة عشر الصبحية يبقى فوت عليك ايه الفريضة ضحك عليك صلاة قيام الليل نافلة يعني اقل حتى من السنة من الرواتب الاثناشر ركع واخد بالك لكنها قربة عظيمة وعبادة من اعظم العبادات قال عنها جبريل عليه السلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وقربة إلى الله عز وجل ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للدائع عن الجسد وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام وصلى كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة في التلت الأخير فينادي هل من يدعوني فأجيبه من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح قيام الليل فييجي الشيطان يضحك عليك يوم مفوت عليك الفريضة ليه صلاة الفجر والأصل هو الفريضة كما صح في الحديث الكترسي دلال بخاري أن المولى عز وجل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته علي سفي حاجة تانية بقى ليه النوافل بقى وما يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيدن وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن قبض نفس عبد المؤمن لي يا رب يكره الموت وأنا أكره مساءة سبحان الملك فمركبة الفضاء دي هتطلع عايزة قوة دفع قوة دفع جمده قوة دفعي بالطاعة اكتهد ابدأ من كانت له كما قال أحد السلف من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة عيدها تاني صلى على حبيبك صلى على السلام من كانت له بداية محرقة اتعب شوية من طلب العولة سهرة اللي قال ده في أمر الدنيا أم الفمر اللي آخرة بقى من طلب الجنة لا ده مينامش خالص هتطلع لك فيبقى من كانت له بداية نهاية محرقة بداية محرقة ما شاء الله عنده ايه قوة واندفاع بس اندفاع على السنة لأنه تعرف عملا زي احنا على سبيل المثال الناس اللي هم حملوا أفكار تعبانة وأفكار مش مزبوطة عملوا ايه قادة الإسلام عمل زي كأنه صندوق هتخش جواه هتعيش أجمل حياة إنما لو اندفعت غلط زيادة عن نزوم هتخش من حادي وتطلع من لحاة تانية ولذلك أكتر الناس تشددا هم عند الفتنة أكتر الناس تسايوبا ايه واحد متشدد وماشي وقرفا من الناس وده فاسق وده كافر وده مش عارف ايه وده وده مش هو ده الدين الدين بتاعنا دين وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطة إن انت تبتسم وقت للبسمة وقت للبكاء وقت للفرح وقت للحزن وقت للعبادة وقت للعمل وقت للزوجة وقت للأولاد وقت للشغل كل حاجة وليها وقتها فأعطي كل ذي حق حق عايزين داعية كن فاهم واقع الناس يا جماعة مش عايزين داعية عايش في دنيا تانية عايش في دنيا كده لوحده والدين حاجة والدنيا حاجة لأ نزل الدين على أمر الدنيا وفهم الناس إزاي يعيشوا الدين ويعيش الدنيا في وقت واحد واخد بالك يعني النبي عسلم عمره ما كان مكشر والنبي عسلم لو غضب الغضب لي وقته وهي دي الحكمة ووضع الشيء في موضعه فبزاي النبي ما كانش مكشر يعني بعض الناس يتفكر إن الالتزام معناها إن السنان لازم تكون عورة يعني إيه يعني يفضل مكشر على طول ما يفتحش بقه خارس لأخي السنان مش خبره والله فبزاي ابتسم النبي عسلم كان بالسامة المحية وكان يبتسم ويرحق صلى الله عليه وسلم ويجي الواحد من الصحابة ويغميه من وراء عنه الصحابة ده وقف في السوق اسمه زاهر حديث رواط المزي في سندر حسن خبالك وزاهر وقف عمال بيبعى في السوق ويقول من يشتري هذا الثوب ويقوم النبي عسلم يجي يغميه من وراء ويقول ومن يشتري هذا العبد فيستدير كده سيد نزار يقول له إذن تجدوني كاسد يا رسول الله ده أنا لزيلة وبعد ما يجيبش حاجة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم غير أنك عند الله لست بكاسد وفي رواية غير أنك عند الله غال أنت غالي عند ربنا يا سلام يا طرح أنت كمان غالي عند ربنا النبي عسلم لما يجي يمزح مع أمنا عائشة وخبالك والحديث رواء أحمد بسناد حسن لما يجي يمزح ويطالع مع الجيش ويقول للصحابة تقدمه اطلع قدام يجيب عائشة ويقول له تسابقيني تقول له سبقك يا رسول الله قالت فسابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ليه كانت تسترفياع بقى ولسا يعني فالمهم في المرة التانية النبي منساش طبعا مرة التانية النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم شهر برضو خارج مع الجيش فقال له تقدمه فقال له تسابقيني يطلع سبق قالت فسابقني فسابقني ليه كتب من عائشة تخلط وحملت اللحم رضى الله عنها وارضاها خلتها لكم سألنبع السلام كان يمسح ويضحك ويقتل للضحك ووقت البكاء قال صلى الله عليه وسلم كما عندت بليه بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم قطت السماء وحق لها أنطأت وقبلها قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا يبقى لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا إن أبع السلام لم ينفي الضحك ما قالش لما ضحكتم أبدا إن أبعال لضحكتم قليلا يبقى أثبت أن في ضحك في مزاح ولكن بالحق أنه صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا وكما ثبت في رواية أبي داود بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا حتى وإنت بتمزح ما تجدبش امزح بصدق واضحك وفرفش مع أخواتك وحبيبك وقريبك وزميلك ولكن بالصدق بفضل الله سبحانه وتعالى بإذن محتاج قوة اندفع قوة اندفع دي تتمثل في إيه وده موضوع حلقتنا اللي هو إيه والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا إلجأ إلى الله قول له يا رب قربني منك يا رب حبب إليه الإيمان زينهم في قلبي يا رب جدد الإيمان في قلبي وده وصيحة النبع السلام إن الإيمان لا يخلق يعني بيقدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلبي ادعي قول يا رب جدد الإيمان في قلبي يا رب قربني منك يا رب حبب إليه الطاعة بغض إليه المعصية اكتهت في قيام الليل النهاردة بصنى ركعتين بعد أسبوع أبتدى خليهم أربعة بعد أسبوع خليهم ستة بعد أسبوع خليهم تمانية وهكذا بقرأ جزء القرآن كل يوم خليه اثنين بذكر ربنا كل يوم عشر تلاف مرة خليه عشرين ألف مرة بعمل كذا اكتهت كان أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله رحمه الله كان يقول صحبت الإمام أحمد عشرين سنة والله لقد كان في كل يوم في زيادة في عبادة الله سبحانه وتعالى ما زلنا مع السابقين مع علوه الهمة كمل حلقة اللي جاء إن شاء الله ونتكلم مع السابقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إليه